مع انطلاق التسجيلات الجامعية النهائية فتحت الإقامات أبوابها لاستقبال الطلبة أين بلغ عدد الجدد منهم 125 ألف طالب موجهين للإيواء منهم 37 ألفاً بالعاصمة فقط كما تم فتح 16 إقامة جديدة على المستوى الوطني بطاقة استيعاب 11 ألف سرير بلغ عدد طلب الجدد الموجهين 125 ألف طالب جديد هذا هو معنيين بالإيواء منهم 11% تقريباً في العاصمة فقط يعني حوالي 37 ألف طالب موجهين للإيواء بالعاصمة وقد قمنا بكل الإجراءات الضرورية لإيواء هؤلاء الطلبة في ظروف حسنة أذكر كذلك أننا في هذا الدخول الجامعي تم فتح حوالي 16 إقامة جديدة على مستوى الوطني بطاقة استيعاب 11 ألف سرير كذلك تم تهيئة حوالي 16 مطعم جامعي بأجهزة جديدة إجراءات جديدة اتخذها الديوان الوطني للخدمات الجامعية في هذا الدخول خاصة في مجال النقل وكذا الإطعام مع الحرص على توفير الأمن من كاميرات مراقبة وكذا تكوين الأعوان لتفادي سيناريوهات السنوات السابقة النقل الجامعي نسعى لإحداث خطوط جديدة في النقل الجامعي حتى نوفر للطلبة الرياحية في النقل باستعمال وسائل أخرى غير الحافلات مثلا استعمال بإعداد اتفاقيات مع وزارة النقل لاستغلال الخطوط السكك الحديدية سواء محليا أو حضاريا لخدمة الطلبة كذلك هناك إجراءات جديدة في مجال الإطعام بإدخال الرقمنة على عملية الإطعام حيث سيكون الوجبة تعد للطلب بعد اختيارات يقوم بها الطلبة دخول جامعي على الأبواب يسارع الديوان من خلاله توفير كل الضروريات اللازمة للطلبة من نقل وإطعام وإيواء مع إدخال الرقمنة لتسهيل عملية التواصل وتوفير الحماية اللازمة